برحب بحضراتكم مرة تانية معانا في صباح النور حامل الحاجات الجميلة جدا وإحنا بنقرأ في الإنجيل هي بساطة التعليم واسلوب السيد المسيح دايما كان مع الناس اللي حواليه ومعه كمان التلاميذ في تعليم وليهم كان دايما بيكلمهم بحاجات بسيطة كان دايما بيكلمهم بالأمثلة الأمثال دي هي اللي كانت بتوصل الفكرة والمفهوم وللغاية النهاردة لما تقرأ في الإنجيل ولما تيجي تحكي لولادك ولما تيجي تحكي لولادة عندك في مدارس الأحد أو في الكنيسة وتقول لهم المثل أو الحكاية المعلومة بتفضل رسخة جواهم ومنها بيتاخد المعنى اللي رب المجد كان عاوز يوصلهن من أجمل الأمثلة اللي موجودة في الكتاب المقدس في تعليم السيد المسيح هو مثل الزارع لأنه بينطبق على كل إنسان فينا على درجة اختلافه لاستقبال كلمة الله كل واحد فينا نوع من الأرض اللي تكلم عنها السيد المسيح يمكن كلنا هنسأل ليه أنا مش زي ده وليه يا رب ما فيش تأثير في الكلمة وليه 30 وليه 60 وليه 100 وحاجات كتير قوي بنبقى نفسنا نعرفها لكن في الآخر كلنا بنتمنى أن يكون لنا سمر وسمر كتير كمان النهاردة من خلال إنجيل معلمنا مرقص والأصحاح الرابع نتكلم أكتر عن مثل الزارع ونتعلم ونشوف إزاي ممكن كل واحد فينا تكون الأرض بتاعته أرض جيدة وتدي سمر أكتر وأكتر نهاردة بيسعدنا وشرفنا مستاذ إيمان كامل خادمة بكنيسة رئيس الملائكة ميخايل بالأندلس عزبة النخل الشرقية أهلا بيك أهلا بخير منورنا جدا نشوف محرككم لسادة للمشاهدين الآيات الجميلة التي قالت في إنجيل معلمنا مرقص نرجع تاني سمعوا هو ذا الزارع قد خرج اليزرع وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق فجاء الطيور السماء وأكلته وسقط آخر على مكان محجر حيث لم تكن له طربة كثيرة فنبت حالا إذ لم يكن له عمق أرض ولكن لما أشرقت الشمس احترق وإذ لم يكن له أصل جف وسقط آخر في الشوك فطلع الشوك وخنقه فلم يعطي ثمرا وسقط آخر في الأرض الجيدة فأعطى ثمرا يصعد وينمو فأتى واحد بثلاثين وآخر بستين وآخر بمئة من الأمثلة الجميلة في الكتاب المقدس يمكن كلنا عرفنا وكلنا ياما تأملنا فيها وكلمنا كمان وحكيناها لولادنا نتأمل في الجزئية دي النهاردة شو زي من في البداية لو حابة تدينا فكرة عن الإصحاح الأصحاح ده جميل جدا ومن الأصحاحات الممتعة جدا وأصلا السفر اتكتب للرومان ودول كانوا يعني السيطرة والتسلط فكان معلمنا مرقص كان حابب قوي أنه يبرز لنا شخصية المسيح الخادم المحب المتواضع وبيورينا إزاي أننا أكسب الناس مش بالسرط يعني مش بالسيطرة وبالسلطة يعني أكسب الناس بالتواضع أو بالمحبة أو أني أكون خادم ليهم أسلوب السيد المسيح زي ما كنت بقول دلوقتي أنه دايما البساطة التواضع أو البساطة عشان يوصن فإحنا فكرة الأمثال كل حاجة عاوز يعلمها بيقول مثل كل أصحاح نلاقي مثل واثنين وثلاثة فإيه حكاية الأمثال هو السيد المسيح كمان مهم قوي كمان قبل الأمثال أنه هو خادم شاطر قوي عارف النوعية اللي بيتعامل معها فهو كان شايف أن الناس قد إيه بسيطة قد إيه الناس ممكن فيه ناس ممكن تسمع وترفض فكان مهم قوي أنه هو يراعي الناس دي الناس دي كان كمان معظمهم مزارعين عشان كده اختار المثل أنه هو يتكلم عن الزراعة والمثل ده كان مهم جدا حتى في الكنيسة بتقوله أكتر من مرة خاصة في شهر هاتور ليه الأمثال بقى عشان السيد المسيح دايما بيحب البساطة بيحب أنه يقرب لنا الصورة كمان عشان فيه ناس ملهمش أن هم يعرفوا أسرار الملكوت لأنهم أصلا رفضين فهو مش المفروض أنه أنا هتديك الكلمة وانت فكر فيها مع نفسك يعني دراسة شخصية الإنسان اللي أنا بقدم له الكلمة أو الخدمة دي مهمة يعني حتى دلوقتي يعرف بسيط تعليمه تفكيره قلبه يعني الحالة اللي هو فيها يعني حزين متدايق مكتئب ممكن ما يكونش أنا دلوقتي أنا مش مهيئة أن أنا أسمع كلمة لكن نفسي حدي يسمع مشاعري يسمع مشاعري أنا اللي أتكلم بيش أسمعني مجرد أنه هو يقعد جنبي يسمعني وأنا بتكلم أو حتى لو بكي نفسي مثلا خادمة تقعد معي مجرد القعدة بس تسمعني لو حركتوا لنا إيه هو البزور أو الزارع ومين هو الزارع اللي قصده في المسأل ندخل الناس في القصة كده أكتب طبعا عندنا هنا في المسأل الزارع الأكبر لنا والمعلم الأكبر هو السيد المسيح لكن ربنا إدانا برضو حاجة كده يعني بجد من حنية قلبه أن احنا نزرع معه الخادم أو الكاهن أو أي حد يقدر أنه هو يوصل كلمة ربنا فالزارع هو السيد المسيح وكل من يحمل على قلبه أنه هو يوصل الكلمة هو زارع بالنسبة للبزور البزور دي هي كلمة ربنا اللي عايز يوصلها للإنسان والبزور دي مش بس الكلمات اللي احنا بنقولها أو الوعز في الكنيسة لأ ده ممكن ربنا يبعت الكلمة بتاعته عن طريق الأحداث اللي حوالينا يعني ممكن إنسان تعود كلمة معاه ما يفهمش حاجة مش فاهم اللي انت بتقولي مش عايز أسمع لكن ممكن يتحط في حدث الحدث دي يخليه شوف ربنا أكتر ويخليه قرب من ربنا أكتر كل حاجة بليها خدمة يعني ربنا يستخدم كل حاجة عشان توصل رسالة ويمكن بسبب حاجات يعني زي ما نقرف العهد القديم ويونان والريح والموج وحاجات كتير ربنا بتحسبك تؤدي لتوبة ناس معانين محدش يتخيل إن بسبب عواصف ناس تتوب وتعرف ربنا يعني كل واحد وليه طريقة ربنا عارفها بيخلوا منها وبيستخدمها طيب إحنا عايزين بقى نقف عند أنواع الأرض أو التربة واللي فهمها المزارعين لكن رب المجد كان ليه قصد وأكيد دي بتنطبق على حياة كل واحد يكون واحد فينا هيلاقي نفس نوع من الأرض دي نبتدي مثلا بالأرض المحجرة يعني إيه اللي بيحصل لما البزارب تترمي فيها وفي نفس الوقت زي ما الجزء ده من الأصحاح قال وبرضه في حياتنا يعني أنا حياتي بيقى شكلها فأقول آه ده أنا النوع ده من الأرض الأرض المحجرة دي هو ده النوع التاني كمان في المثل فيه قبليه كمان الطريق بس ممكن لو تكلمنا عن المحجرة الأول هو ده بيتكلم عن إيه عبارة عن أرض فيها تربة بس مش سميكة يعني تربة بسيطة قوي وتحتيها كلها أحجار فلما الزارع بيبذر البزار وبيبدأ أنه هو يرمي البزرة فالبزرة بتترمي على التربة لكن عايزة الجدر بتاعها يمتد لتحت فما بتعرفش بتتخنق من الحجارة التي تحتها فبالتالي الشمس بقى لما بتطلع كمان النبتة دي بتتحرق فليه لأن ما فيش جدر أنه هو يمتص الميا من الأرض فده بالضبط بقى السيد المسيح كان عايز يقولنا من كده إيه زي الشخص اللي هو عنده التدين الشكلي أو الإنسان اللي هو بيبقى جوه كنيسة وأنا موجود في كنيسة ومبسوط فيها لكن أول ما بيخرج مبارك كنيسة لو في موضوع أو مشكلة أو حاجة حصلت يغضب ويتنرفز وتلاقي إنسان تاني خالص أو لو حتى مرض عد عليه فاللي هو أنت فين أنا مش دخل لك كنيسة تاني دي يلوم ربنا قوي ده مش بس يلومه ده ممكن يسيبه وممكن فيه ناس بتوصل للإلحاد اللي هو لا أنت مش معايا طب يعني لعل حد يسأل يقول لحضرتك إزاي هو زارع وزاي هو بيعرف يزرع وزاي هي دي خبرته ويرمل بزور في أرض محجرة ما يكان يحطها في أرض من الأولى أنه يحطها في الأرض اللي معروف أن هي بتجيب زارع وبتجيب سمر والجزور فيها بتبقى قوية فبالتالي بتطلع سمر أكتر تمام ما هي دي حنية قلب ربنا دي حنية قلب ربنا أنه هو بيرمي البزارع على الجميع على الكل وربنا بيبقى نفسه أنه هو كل يجيب سمر الناس كلها تجيب سمر وتسمر في القرمة بتاعه عشان كده ربنا ما بيحرمش حد أبدا عشان ما حدش يجي في الآخر يقول أنا ما وصلتنيش الكلمة بتاعتك يا رب مثلا ما بيقول يشرق شمسه على الأبرار والأشرار بيحرمش حد من أي حاج صح هو بيشرق شمسه على الأبرار وعلى الأشرار على الجميع أنا هوصل الكلمة للكل وده بيعلمني أنا كخادم في الكنيسة أن ما ينفعش أن أنا أجي أقول مثلا المغدوم ده ما ينفعش مش هينفع أن أنا أفتقده الولد ده شائق جدا وصعب كويس أنه ما جاش النهار ده الكنيسة أصلا مش هو مش محتاج للكلمة لا الكلمة توصل للناس كلها حتى لو ما أصرتش فيه دلوقتي هتأصر بعدين وفرق في المعاملة يعني بيحصل سواء في الكنيسة أو حتى في البيت ما هو برضو الأب والأم هم كمان خدام في البيت مشكلة كمان أنا عندي في البيت مشكلة كبيرة قوي أنه ممكن في فترة المراهقة أو كده وشايفة ابني صعب والتعامل معه صعب جدا فبص ألاقي نفسي بقول إيه خلاص أنا مش هتكلم معي أنا مش هتعامل معي وخلاص أصلا هو بيتخانق معي أصلا هو مش بيسمع لي كلمة لكن في الحقيقة لأ أنا أرمي الكلمة بتاعتي أرميها دلوقتي ومش هحس بالصمرة غير لما يكبر شوية هو هيبدأ بقى يعيد الكلمات دي ويقول فعلا كان عندهم حق بحركة عايزة تقول لنا أن الخادم لو هو فعلا عايز يبقى على مثال المسيح الكلام الحلوي يبقى للكل الخير يبقى للكل العطاء يبقى للكل كله للكل ما فرقش ما بين إنسان تحت أي بند بقى من الاختلافات اللي احنا ممكن نحكي فيها كتير دي الخير للكل لأن المسيح نفسه جي للكل دي حقيقة وعشان المسيح كمان جي للكل كان عامل حاجة حلوة قوي أنا كخادم برضو أتعلمها منه يحنى زهبيل فم قد تأمل حلوة قوي بيقول أن سيد المسيح عشان يتعامل مع كله ويشوفه الكل أخذ استفينة لأن كانت الزحمة جديدة جدا وطلع فوق استفينة وكان على البحر عشان يشوف الناس كلها عشان ما فيش حد يبقى وراء أو في ظهره لا أنا عايز أوجه الكلام للكل أنا عاوسكو كلكم الرسالة دي حتى للناس وهم بيسمعوا بيستقبلوا الكلام من السيد المسيح مش زي اللي هي بقى اللي وقفين في أول صف دول أهم ناس هم اللي سامعوا واللي وقف وراء خلاص اللي صرحان واللي نايم واللي حسس أنه هو فكرة إحساسي أن أنا في الآخر دي فكرة مرهقة لناس كتير يعني خليه يمشي صحيح عشان كده هو لما وقف على السفينة فهو شايف الكل وعلى مستوى واحد ووجه الكلام للجميع أنا عايزة أرجع معاك خطوة لأحنا نشر اللي على الطريق فأيي اللي بيحصل بردو أنا بردو بستقبل الكلمة والبزار جات علي وأحيانا بتجلنا كلمة أنا مش بابقاعمل حسابها أن أنا هسمع يعني الصدفة هي اللي بتخليني أسمع حاجات معين فأيي الكلمة أو البزار اللي بتبقى على الطريق الطريق ده اللي هو الإنسان السطحي قوي الإنسان اللي هو مش بس كمان سطحي ده كمان رافض الكلمة رافض رافض زي الكتبة والفرسيين كانوا رافضين الكلام ومع ذلك كان ربنا أحيانا برضو بيوجه ديهم كلام كده كعتاب يعني مثلا زي مثل القرم والقرمين كان بيوجه لهم عتاب كان من وقت للتاني يديهم برضو الكلمة كانش بيحرمهم برضو من الكلمة فالطريق اللي هو الصخري ده هو ده أصلا طربة يعني كل الأنواع هي كانت في الأصل طربة بس الطريق بقى ده عشان كان طريق فكان مدأ الناس كلها بتمشي عليه فحتى المسام بتاعته اتقفلت فلما تيجي البذور الزارع يبدأ أنه هو يرميها خلاص أنا مش لقي أن أنا أدخل للطربة دي فبتيجي تيور السماء تاخد البذرة وإيه وتطير بالضبط كده الإنسان اللي هو قافل أنا مش عايزة أسمع تيجي حتى قلتها طب نروحي الكنيسة يقولك أنا مش عايزة أروح روح أنت ده في البيوت يعني كزوج طب نحضر الأداس طب نتناول مش فاضي معالي شو فقه خدي العيال أنت وروحي فالهو الإنسان الرافض طول الوقت رافض طول الوقت فخلاص بيحصل له نوع من أنواع خلاص بقى مصمت كده ما فيش مسام رافض حتى أن الكلمة تخش تأثر فيه فبيجي الشيطان بقى اللي هو حتى لو سمع كلمة بالصدفة زي ما حالك كنتي بتقولي كده لأ ده حتى لو بالصدفة الشيطان مش هيسيبها أن هي تدخل لأن خلاص أنا حتى مش عايزة تتأثر يخطفها بسرعة كده يتعاملوا مع الشخصيات دي ازاي؟ يعني كلمتي في البيوت لما أنا ألاقي حد في البيت حوالي أو حتى لو مش في البيت في مجال الخدمة زي اللي على الطريق ومقفول وبتكلم والكلمة بترد ولا كأنه قال أي حاجة ورفض أتعامل معاه ازاي؟ أولا أنا هقبله عشان هو ما يحسش أنه مرفوض لأن احنا تعلمنا القبول ده من ربنا فأنا هقبل الشخص ده بجانب أن أنا هكون صورة حية للمسيح خلاص أنا لو أنت رافض أن أنت تتعامل معايا مش عاوز تتكلم مش عاوز حتى يعني توصل لك كلمة ربنا يكفي أن أنا أتعامل أنا بحب معاه والحب ده هيوصله لأن احنا قلنا أن الكلمة مش بس كلمات ولا وعز فممكن يكون حب ممكن يكون معاملة يعني فيه ممكن حضرتك تعملي موقف مع شخص يقول لك أنا عايز أشوف الكنيسة اللي بتروحيها ليه لا أنا تقصرت قوي بالكلام ده لا طب مين أب باعترافك أنا حاسس أن يعني لو مشيت على نفس أنا هشوف نفسي زيك كده زي ما أنت كده اللي هو ناس متأثرة قوي بالشخصية بتاعتك بأسلوبك بالمسيح اللي ظاهر عليك وده بنشوف ويمكن بنشوف بيئات معينة أو كنايس معينة أو مجموعة معينة لهم كلهم حلوين يعني لهم كلهم مميزين كده وحلوين هم واخدين من بعض أو شاربين من بعض عشان كده يمكن أخذ حرك نقطة تانية هنا تكلم عليها فكرة العمق ويمكن الكتاب المقدس تكلم على العمق دي أكتر من مرة ودخله إلى العمق أو ادخل إلى العمق إزاي الإنسان ما يعملش كل حاجة بشكل شكلي أو ما يهتمش بيه الشكل أكتر ما يهتم بيه العمق وكيف ندخل إلى العمق العمق ده بقى محتاج مش بس جهدي أنا أو مجهودي أنا لأن أنا الواحد دي مش هقدر أعمل حاجة بدوني لا تقدرونا أن تفعلونا شيئا فعشان أوصل للعمق أنا دايما محتاج أن أنا أطلب معونة ربنا يا رب سعيدني عرفني فهمني ارشدني أنا عايز أوصل أعمل إيه دي حاجة الحاجة تانية عشان أوصل للعمق علي أن أنا إيه زي بقى مثل الزارع هنرجع للسيد المسيح اللي علمنا المثل فبيتكلم عن الزراعة فأنا هعمل إيه أنا هنقب في التربة بتاعتي هقلب التربة هشيل منها الشوك هشيل منها الأحجار هشيل منها هموم العالم المشغوليات بتاعتي الحاجة الغلط اللي عندي لو في علاقة غلط ممكن أحاول أن أنا أشيلها وأطلب معونة ربنا لو في حاجة موقفاني عن العلاقة بربنا أشيلها ونقب طيب أنا نقبت وشيلت الشوك وشيلت الحجرة طيب وبعدين المفروض أن أنا هستقبل البزرة بزرة دي أرويها إيه بقى؟ أرويها بقى بعلاقتي مع ربنا قريتي معي علاقتي الحائية بيه مش مجرد أروح أداس وأعترفه خلاص أنا عملت اللي علي أتكلم معي أعود قاعدة شخصية رب أنا محتاجك ارشدني علمني هي طبعا محتاجة هي مش في يوم وليلة هوصل للعمق لأن حتى الأرض الجيدة كان بيتكلم على التلاتين والستين والمين فطول ما أنا على حياتي كلها أنا بطلب من ربنا يا رب أنا عايز أدخل معك أكتر تمام وفي الآخر ليس الغارس ولا الصاقي الله اللي بينمي كل شيء أنا بشكر حضرتك جدا نورتينا وصد زايمان كامل الخادمة بكنيسة رئيس الملاكة الجليل مخايل بالأندلوس عزبة النخلة الشرقية نورتينا جدا شكرا نورتينا وصباح الخير عليك مرة شكرا لك خلينا نخرج معكم لفاصل وأنا يعني مش هنوه على الفقرة هي ايه لكن دقايق وهتكون معاين إن شاء الله مفاجأة يعني تسعيد حضرتكم شكرا شكرا